عايز اكلم حضراتكو في موضوع يعني اقل يعني لطيفية بس في شوية ملاحظات قبل ما اتكلم فيه كراجل بشتهر في الاعلام يحصل حاجة فلقى الناس كانت بقى ايه الهيافة دي الناس مهتمية بالموضوع ده وسايبها القضايا المهمة الناس يا بشتهر طيب امبارح كان فيه مهرجان الجون فطلع الناس اللي بتقول الكلام ده دايما لو ايه ده الناس مهتم طيب انا ما شفتش حد مش مهتم يعني ما هو حضرتك لما هو مين اللي عمل الترند مين اللي اقبل على كل المواقع يتفرج ويقرأ تاني يجي يقول لك ايه مهرجان ده حاجة طيب مين اللي اتفرج على الكلام ده مين اللي شارك فيه مين اللي عمل الاستفتاء على اكثر فستان مش عارف واكثر مش عارف ايه واكتر شارك مين انا بستغرب من التناقض الغريب ده اللي هو تيجي في موضوع يقول لك ايه الموضوع تافع تافع يا عم ماشي تعال يا تافع على جنب تعال بقى بص على رد فعله في وسائل التواصل الاجتماعي وفي البلد اهتمام غير طبيعي متابعة غير طبيعية الناس كلها تخلى مفيش موقع فيك يا مصر صغير او كبير غير متابع فستين اليوم الاول وفستين اليوم التاني والعشاء بالليل والغدى الصبح وفطره ايه والناس كلها اللي هو الاكثر قراءة يعني تخش فيه مواقع كده يقول لك الاكثر قراءة تلقى جونة طب يا جماعة منين انتوا بتقولوا لنا احنا ما بنهتمش بالموضوع ده لو سمحت كلمنا في ازاي نطلع جيل جديد من المبرمجين فاجأ كلمك عن ازاي نطلع جيل من المبرمجين على اتنين عروه انما اجي بص على الجونة على اتنين مليون طب ازاي دي ملاحظة بس في الاول قبل ما اتكلم على الجونة مبارح مهرجان كبير محترم متنظم بشكل جيد تصوير جميل تنظيم كويس في عامه الخامس بيقدر انه يقف على رجليه رد فعل جوه مصر وبره مصر الناس بتابع ترجمة نانسي قنقر